اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان منتدى التعافي الاقتصادي الذي تنطلق اعماله يوم الاحد المقبل يفتح افاقا متعددة لترسيخ الشراكة الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص واكد معالي ان المؤتمر يدعم الجهود المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين وتنفيذ الرؤى الملكية السامية ومساندة خطة التعافي الاقتصادية التي اعلن عنها مجلس الوزراء الموقر واوضح معالي رئيس مجلس الشورى ان منتدى التعافي الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبدعم من بنك البحرين الوطني يشكل فرصة لبحث ومناقشة المبادرات والافكار التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني الى جانبي تبادل وجهات النظر والرؤى بين اعضاء السلطة التشريعية والمسؤولين في الحكومات الموقرة اضافة الى رجال اعمال ومسؤولين في القطاع الخاص كما اكد معالي اهتمام وحرص مجلس الشورى على اداء مسؤولياته الدستورية ومواصلة سن التشريعات الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة